السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عصلا في هذه الفيديو كموعدكم سوف أحاول بإذن العقل تأويل القرآن أو الآيات القرآنية لكي تتوافق مع نظرية التطور العلمية في مسألة ظهور الإنسان طبعا سوف لا أعتمد على الأحاديث والسنة التي تحتوي كثير من الأساطير والخرافات التي يصعب تأويلها مثل طول آدم ستين ذراع وعرضه سبعة ذرع وغيرها من الخرافات كما سوف لا أعتمد على تفسير القرآن لأنه بدوره يعتمد على أساطير قديمة وإنما سوف أأخذ النص القرآني كما هو وأحاول أن أجعل له تأويل يوافق نظرية التطور بالنسبة لي أغلب النص القرآني هو نص قديم جدا من عصر الحضارة السومارية وتناقلته الأديان الإبراهيمية وظهر على شكل طورات أو قرآن والقرآن والطورات بالنسبة لي جانب منه موروث من هذه الحضارة السومارية القديمة والجانب الآخر يحكي عن أحداث وقعت في عصر ظهور الكتاب وهذا الموضوع لا أريد أن أفصل فيه الآن وإنما سوف أتكلم عنه عندما أتكلم كيف ظهر الإسلام هذا النص الموروث من الحضارة السومارية تناقلته الأجيال عبر العصور من طرف أشخاص معينين وترجم إلى عدة لغات إلى أن ترجم إلى العربية عندما ظهر الإسلام هذا النص يعتمد على تراث إنساني كبير وكتب على شكل رموز وقصص رمزية من الصعب فهمها من طرف عامة الناس هذا من جهة ومن جهة أخرى كتب على شكل ألغاز تدفع العقل للتفكير على حسب مستوى الوعي والإدراك للشخص الذي يؤولها ولدرجة العلم التي وصلت إليه الإنسانية عندما تم تأويلها هذا النص هو الذي استنبت منه ما يطلق عليهم الكتب السماوية وخاصة القرآن والطورات وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأن موضوعنا هنا هو تأويل النص القرآني لكي يوافق نظرية التطور وظهور الإنسان النصوص الدينية المقدسة بصفة عامة مهما كانت هي نصوص مكتوبة بطريقة خاصة تقترب من طريقة كتابة الكهنوت أو ما يسمى التنبؤات لا يعني أن من يكتب هذه الكتابة يكون يعلم الغيب أو يكون يعلم أشياء وقعت في الماضي وإنما تكتب بطريقة يمكن تأويلها بسهولة وموافقتها أي فكرة مهما كانت وهذا هو أسلوب القرآن ولهذا من السهل من النصوص الموجودة في القرآن أن نوافق نظرية التطور مع النص القرآني بينما التفسيرات للقرآن التي وقعت في الماضي أو الأحاديث الذي ذكرها محمد أو التأويلات التي قام بها الصحابة لا يمكن أن يتم تأويلها اليوم لأنها هي بحد نفسها تأويل للنص القرآني ولهذا لا نعتمد عليها عندما نريد أن نوفق بين نظرية التطور والنص القرآني أضرب لكم مثلا لكي تفهموا الموضوع وسوف أعود إليه عندما أتكلم عن التأويل للقرآن مثلا في القرآن يقول وخلقنا الإنسان من سلالة من طين في العصر الذي فسرت فيه هذه الآية لا يعرفون عن التطور ولا يعرفون شيء إلا صناعة الفخار فهم يشاهدون كيف يصنعون من الفخار أواني وأصنام وغيرها إذن عندما فسروا أو أولوا هذه الآية انطلقوا مما يعرفونه في العصر متاحهم وتصوروا إن الإنسان تصنع كما يتصنع الأواني بل ذهبوا أكثر من ذلك عندما الآية تقول من سلالة من طين ففسروا ذلك على إنها أنواع كثيرة من الطين لهذا هناك الإنسان الأبيض والأسود والأصفر مثل بقية المصنوعات من الفخار إن تأويل هذه الآية كان على حسب معرفة ذلك العصر وعلى حسب معرفة الإنسان الذي أول الآية لا يمكن أن نعتمد على هذا التأويل اليوم وفي المستقبل لأنه تأويل مرتبط بزمن معين وبمعرفة معينة ولهذا يجب إعادة النظر في التأويل والعودة إلى النص الأصلي وهو النص القرآني أو النص المقدس بصفة عامة وأعطائه تأويل جديد يوافق العصر والزمن والمعرفة التي نحن فيها ومن هنا سوف ننطلق لتأويل آيات خلق الإنسان على حسب عصرنا أول ما أبدأ به هو التعريف بين كلمة تفسير وتأويل أغلب علماء المسلمين يقولون أن التفسير هو نفسه التأويل أي أن الكلمتين نفس المعنى وهذا أمر نشوفه غير صحيح لو عدنا لللغة العربية كلمة تفسير تعني توضيح وتبيان وتنجي نقول أستفسر عن الشيء أي أسأل عن الشيء أي يعني المثلة تكون واضحة بالنسبة اليسر من الناس وغير واضحة للأخرين هذك عليش تسألوا عليها بش نعرفوا المعنى متاحها الحقيقي كما مثلا ناخذ مثل معادلة رياضية الناس اللي يعرفوا القواعد متاحها يفهموها والناس اللي ما يعرفوش القواعد متاحها ما يفهموهاش إذن لازمنا نفسرها لهم كما زاد ناخذ نص فيه كلمات صعبة الفهم إذن وتنفهموا الكلمات نفهمو النص إذن التفسير هو حاجة واضحة لكن فيما ناس ما تفهمهاش نوضحها لهم ووقتها ناخذ نص هو أصله مفهوم ونحاول نفسره ما يختلفش اثنين في تفسيره لأنه يكفي انك تعرف القواعد اتفسره أما التأويل هو أمر آخر ويختلف عن التفسير وهو عبارة على تصور وخيال لنص معين مهما كان كل واحد يشوفه بالطريقة متاعه وعلى حسب المعرفة متاعه فالنص يكون مبهم في العصل فمتغير واضح وإلا ما عنده حتى معنى وأنت تعطيه تأويل كما تأويل الأحلام أو تفسير يقولك تفسير الأحلام في الحقيقة هو تأويل الأحلام إذن كنتبعوا المثلة بالضبط نلقاو أن الأحداث الموجودة في القرآن مرتبطة بالزمن ومن الذي يظهر فيه القرآن كما الغزوات وكل شيء نجمو نسميوها تفسير بينما الآيات الأخرى والتي هي كثيرة في القرآن ينطبق عليها أكثر شيء التأويل ولو عدنا للنص القرآني لنجد أن كلمة تفسير مذكورة مرة واحدة في القرآن تقريبا حيث يقول ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يعني هذه الآية تتكلم على أن أشخاص يجيبوا حاجة والقرآن يجيب حاجة أكثر وضوح بينما كلمة تأويل مذكورة أكثر من 16 مرة في القرآن ودائما يقول تأويل لا أريد أن أدخل في تفاصيل الفرق بين التفسير والتأويل رغم أن أغلب علماء المسلمين كما قلت لكم يعتبروا التأويل هو التفسير ولكن حبيت أن أبين حاجة ونقطة مهمة أن التفسير لا يختلف عليه إثنين عندنا نص ويأتي واحد يفسره أي واحد يعرف كيف يفسر ينجم يفسره بنفس الطريقة بينما التأويل عندنا نص غامض في رموز وكل واحد يأتي أوله بالطريقة امتاعه على حسب علمه أما النقطة الثانية المهمة هناك نوعين من التأويل هناك ما نطلق عليه التأويل المركب نأخذ فكرة ونحاول أن نركبها على نص مجهول ليس مفهوم أصلا نجم نلعب كما نحب وهكاكا يعمل تقريبا 90% من الإعجازيين الذين يحاولون أن يفسروا القرآن على حسب العلم الحديث أغلب الإعجازيون في القرآن يستعملون طريقة التركيب في التأويل يعني يأتي يركبها وكيف يركب؟ يركب في الحقيقة يعمل مغالطات سواء في النظرية العلمية سواء في النص المبهم الديني مثلا يأخذ بعض جوانب من النظرية ويهمل جوانب أخرى وفي نفس الوقت يحاول أن يركبها على النص القرآني بطريقته الخاصة بينما هناك طريقة أخرى في التأويل والتي هي الأصح أقرب للمنطق وهي ما تسمى بعملية التأويل التوافقي يعني أنا ناخذ نظرية علمية ونحاول نوافقها مع النص القرآني وهذا النجم نقوله هو أكثر منطقية من عملية التركيب التي تحتوي على مغالطات كبيرة لا ينتبه إليها السامع ولكن الذي قام بعملية التركيب يعرف أنه يخادع الطرف المقابل لأنه يعرف الطرف المقابل ما عنده علم لا بالنظرية العلمية ولا بالنص القرآني ونحن هنا بش نعمل عملية التأويل التوافقي ليس التأويل التركيبي اللي هو ساهد جداً إذن كيفاش بش نأولوا توافقياً النص القرآني مع نظرية التطور وظهور الإنسان دعونا نبدأ بالفكرة بالفكرة ناخذ الفكرة كما يؤمن بها المسلمون أو أصحاب الأديان الإبراهيمية بصفة عامة ثم نبحث عليها في القرآن ونشوف هل هي بالفعل موجودة في القرآن أم هي فكرة توجدت كان في الأحاديث وفي التأويلات للآيات القرآنية نبدأ بالفكرة الأولى الفكرة اللي تقول اللي كل البشر جاء من آدم وحوى نلقاه اللي مفهمة حتى آية قرآنية تتكلم على إن البشرية جاءت من آدم وحوى كل الآيات تتكلم على أولاد آدم فقط هذه نقطة أولى نقطة ثانية ليس هناك آية واحدة تتكلم على حوى في القرآن لماذا لا تذكرت حوى في القرآن؟ صحيح هما أولوا إن زوج آدم هي حوى ولكن مفهمة حتى دليل في القرآن إن الزوجة متاعه هي حوى إذن من فين جاءت هذه التفاسير الموجودة في القرآن والتي تتكلم على إن زوجة آدم هي حوى يسيدي جاءت من معتقدات أخرى مثل اليهودية والمسيحية وغيرها التي تنقل هذه الخرافات وهي بدورها تأويلات بشرية تم إلساقها بالقرآن على شكل أحاديث كتبت بعد أكثر من مئة سنة من ظهور القرآن كما قلت حتى آية في القرآن ما ذكرت حوى وحتى آية في القرآن ما ذكرت إن حوى جات من آدم وحتى آية ما تذكر إن آدم متزوج بحوى حتى الآيات التي يؤولونها لكي يثبتوا الخرافات والأساطير والتي مصدرها إسرائيليات ومسيحيات أن يدخلوها بالقرآن لا تدل على ذلك وهم يعتمدوا على تقريبا ثلاثة آيات وهي تقريبا في نفس الموضوع التي تتكلم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أو آية أخرى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها هنا يتكلم على النفس لم يتكلم على الجسم ونحن نعرف لي هناك فرق بين النفس وبين الجسم ليس نفس الشيء إذن لم يقل إنه خلق من جسم آدم حوى أو إنه أخرج من جسم آدم حوى ليس هناك أي دليل في القرآن يدل على ذلك إذن القول إن حوى خلقت من آدم أو القول إن حوى زوجة آدم أو القول إن البشرية تأتي من آدم وحوى ليس لها أي وجود في القرآن والنص القرآني أصلا ما هي إلا خرافات وأساطير قادمة من ديانات أخرى مثل اليهودية والمسيحية تم تركيبها على النص القرآني عن طريق التأويل والأحاديث التي لا يمكن أن نتأكد من صحتها كما إن حوى ليس لها وجود في القرآن أصلا لم يذكر إلا آدم وأولاد آدم كما أن آدم قد لا يكون فرد بل جنس يمكن أن نطلق آدم على جنس وأولاد آدم هما اللي نزلوا من جنس آدم وعندما يقول القرآن وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ليس بالضرورة إنه فرد واحد مع مرتك مع أنت يمكن أن نأول هذه الآية ونفهمها بطريقة أخرى على حسب العصر متاعنا توا إن المقصود بها يا جنس آدم أنت والزوجات متاعكم الكل يعني أنتم لكلكم فهمت أسكنوا الجنة وهذا طبعا نعوده نرجع له بالتفاصيل في بقية الفيديو بش نفهمه شنوى المقصود بالضبط بكلمة آدم وهل آدم بالفعل تخلق مباشرة من التراب كما يدعي المؤولون والمفسرون للقرآن إذن يمكن أن نؤول على حسب عصرنا الآن وعلى حسب التطور الإنساني والمعرفة الإنسانية إن آدم هو جنس بشري الذي يطلق عليه الهوموسابيا أي الإنسان العاقل الذي اختاره الله من بين كل أنواع البشر لكي يكون خليفته على الأرض وهنا نطرح السؤال الثاني هل هذا الجنس تم خلقه مباشرة من التراب؟ لو نعود إلى الآيات القرآنية لا نجد أي آية أو دليل يؤكد أن الجنس الإنساني العاقل الذي يرمز إليه بآدم إنه خلق مباشرة من تراب وسوف نطرح الآيات ونوضح هذه النقطة الآيات التي تتكلم عن خلق الجنس البشري من طين هي قرابة ستة آيات خلينا نطلع عليها نبدأ بالآية الأولى اللي هي حوار من بين الله والشيطان حيث تقول الآية قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذه الآية لا تدل على إن الإنسان خلق مباشرة من طين كما لا تدل على إن الشيطان خلق مباشرة من نار يعني آية معانتها ما تدل على حتى دليل على إن هناك خلق مباشر نمشي للآية الثانية إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هنا يقول خلق بشرا من طين ولكن لم يقل معانتها خلق مباشر كما أن قوله بشرا لا يدل على واحد وإنما يدل على مجموعة البشر هل خلقنا كلنا من طين لا الآية ما تدل على إن هناك خلق مباشر نمشي للآية الثالثة تقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين شوفوا هنا الآية هالي تقول وبدأه لم يقل وخلقه من طين يعني البداية كان الطين من بعد تطور 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 حتى أصبح إنسان نمشي للآية الرابعة فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللازب هنا يقول خلقناهم يعني هنا تأكيد على إنه ليس واحد خلقه وإنما جنس كامل يعني الطين اللازب هو الطين المختلط معنا بالماء الذي يلسق في اليد نقوله إحنا التراب المخلط بالماء ولكن ليس هناك أي دليل على إنه هناك خلق مباشر من الطين نمشيه الآية لبعدها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هنا زادة ما فهم حتى دليل على إنه هناك خلق مباشر من طين مع أنت النجم ونفهموها بطريقة أخرى شنوه يعني البداية كان الطين ثم أصبح إنسان يعني النشأة الأولى كان الطين ثم تطور 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 حتى أصبح إنسان هذا النص يشير إلى أطوار نشأة الإنسان ولا يحددها فيقول إن الإنسان مر بأطوار متسلسلة من الطين إلى الإنسان فالطين هو الطور الأول والإنسان هو الطور الأخير وهذا لا يدل على إنه هناك خلق مباشر من الطين نمشيه للآية الأخرى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون أنا قال خلقكم هل نحن مخلوقين من طين؟ لا هل أدنبرغ تخلق من طين؟ لا مفهمة حتى دليل هنا يدل على إنه هناك خلق مباشر ما تقول الآيلي بعدها؟ قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين حتى هنا مفهمة حتى دليل على إنه هناك خلق مباشر من الطين هذه مسألة مسألة أخرى فما آية قرآنية معنتها واضحة تقول معنتها في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ هل يعني إن الله خلق كل الأحياء مباشرة من الماء؟ لا ليس هناك أي دليل في القرآن على إن كل الأحياء مخلوق مباشرة من الماء والإنسان هو حي إذن حتى هو يعني خلق من الماء يعني هذه مسألة واضحة فما آية أخرى ياسر معنتها واضحة تزيد توضح وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهنا زاد هذه الآية كلم على خلق البشر بصفة عامة من ماء هنا الماء يمكن يكون الماء هو الماء وقد يكون الماء هو الماني كما يفسروه معنتها العلماء الإسلام يقول لك مقصود به الماني هنا يتكلم على كل البشر يعني يوريك اللي معنتها هذه الآية تدل على إن الماني هو السبب انكشار البشر ليس التراب وهنا عندما قال بشرا مقصود به حتى الجنس اللي هو نطلق عليه جنس آدم اللي هو كما قلت لكم مش فرد وإنما مجموعة هو معنت التناسل المتاحة يكون بالماء يأما بمفهوم الماني أو الماء اللي هو أصل الحياة المهم لا تدل على إن هناك خلق مباشر من الماء أو من الطين أما الآية التي تفصل في الموضوع والذي تؤكد إن ليس هناك خلق مباشر هي الآية التي تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب هل عيسى خلق من تراب؟ لا لم يخلق من تراب تولدته أمه مريم وتعرف معتها القصة على حسب النص الديني إذن فلماذا هنا يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب؟ هنا تؤكد إن الخلق المباشر غير موجود في الحقيقة ثلاثة نقطة مهمة تدل إن ليس هناك خلق مباشر هي القول وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم الآية القرآنية التي تقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والآية هذه لعلى عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب تدل إن ليس هناك خلق مباشر والآية اللي تتكلم على الجمع هو الذي خلقكم من تين شو معنا خلقكم من تين؟ يعني متجيش ولا مثلا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من تين لازب هذه ثلاثة حاجات تدل على إن ليس هناك خلق مباشر ولكن الإنسان في ذلك العصر وحلى حسب نفس الشيء التأويلات والمعتقدات المسيحية البالية واليهودية البالية فهمت؟ دخلت في التفسير للقرآن واعطات النظرة اليهودية المسيحية للإسلام والقرآن باريء منها على حسب النص القرآني وكل الأحاديث الذي تذكر على مسألة خلق آدم وطوله وعرضه وإن خلقه كذا ونخرج منه حوى كل هذه خرافات يهودية ومسيحية لا تمت بالقرآن بصلة أما الآيات التي تتكلم عن خلق الإنسان من صلصال من حماء مسنون أو من صلصالا كالفخار لو ننظر إلى هذه الآيات وهي تقريبا أربع آيات ماذا تقول هذه الآيات؟ الآية الأولى تقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والآية الثانية نفس الشيء تقريبا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون والآية الثالثة تقول قال لم أكل لأسجد لبشرا خلقته من صلصال من حماء مسنون أما الآية الرابعة تقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار كل هذه الآيات لا تتكلم عن آدم تتكلم عن الإنسان هل نحن كبشر الآن خلقنا من صلصال من حماء المسنون؟ هو ما يقول لك لا آدم الأول خلق من صلصال فهمت وننزل منه إذن أحنا أصلنا من الصلصال ومن الفخار وهذا كلام لا يدخل للعقل ولا تدل عليه الآيات القرآنية وإنما تأويل على حسب المعرفة في ذلك العصر وعلى حسب الأساطير والخرافات التي أخذوها من الأديان الأخرى إذن هذا ما يدلش على أن الإنسان خلق مباشرة من تراب أما الآية التي تقول قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هنا اليد ليس مقصود به واحد يصنع في الفخار بيدي لأننا نعرف وإحنا يد الله مقصود بها القدرة فهمت؟ يعني خلقته بيدي يعني أعطيته القدرة ليس يعني خلق كمفهوم بشري مع أنت التصويري لواحد يصنع في آنية من الفخار أو يصنع في بشر من الفخار وغيرها من الآيات التي تتكلم وتنوه لمسألة أنها مع أنت خلقه بيده ولا حاجة هذه ما تدلش على أن هناك خلق مباشر من تراب وهناك آيتين يعني تتكلم زدى في موضوع يعني قريب من هذا الموضوع الموضوع عندما تقول الآية الأولى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له سجدين وآية أخرى تعود نفس الكلام هي بيدها هنا سويته ليس يعني ما تصنعته وعملته كما نصنع الحاجات ما تنجامش مع أنت تشبه نفسك فهمت بإله أو برب وعندما يقول نفخت فيه من روحي ليس يعني معناتها شديد حاجة معناتها من صناعتها من من طراب ومبعض الفخد فيها ولا تقامت تمشي هذا معنات كلام مش معقول وكلام مش منطقي فهمتها يعني الآيات هذه عندها معنى آخر ولكن كما تعلموا يعني التأويلات على حسب العصرة ذلك تخليهم يتصوروا هذا الشيء لأنهم ينجموش يفهموا ياسر حاجات يعني هذا بصفة عامة الحديث معناتها عن الآيات اللي مذكورها في القرآن ما فماش معناتها حاجة تدل على أن هناك يعني خلق بمفهوم الخلق المباشر كما نعملوا إحنا بش نصنع الحاجة إذن هذه هي معناتها اللي حبيت نوصل لها في هذه الفكرة وطبعا أنا لم أذكر كل الآيات أما أذكرت أهم الآيات في الحقيقة ما فم حتى آية بطريقة واضحة تدل على أن هناك خلق بمفهوم معناتها أنه صنعوا من طراب وعجنوا وعملوا كما نصنعوا الأواني بتاعنا إذن كيفاش نجم أولو هذه الآيات التي تتكلم عن خلق من طراب أو من صلصال كالفخار أو من صلصال من حماء مسنون وجعلنا من الماء كل شيء حي كل هذه كيفاش نجم أولوها اليوم سهل بسيط عندما نشوفوا طوحنا العلم الشيقول يقول إن الحياة بدأت في الماء والماء يعني وقع نوعا ما اختلاط مع الطراب وتكونت أول البكتريات والبكتريات تطورت وتطورت وبدأت تظهر الحياة على الأرض نجم فسروها بهذا المفهوم يعني هذه الآيات تتكلم على هذا المفهوم في التطور للحياة واللي الإنسان هو في الحقيقة ابن الأرض عندما يقولك هو خلقناه من طين يعني خلقناه من الأرض وهذه هي معانتها التأويل اللي يمكن نعطيوه لهذه الآيات القرآنية دون أن تخالب العلم والتطور العلمي شفتوا كيفاش الآيات النجم أولوها على حسب العصر وعلى حسب التطور العلمي اللي موجودين فيه وهذا مش ينطبق على القرآن برك على كل ما يطلق عليه الكتب المقدسة لأنها مكتوبة بطريقة إنه يمكن تأويلها في أي زمان لكن المشكلة اللي توقع إنه جي شخص أو أشخاص يعملوا تأويل ويجعلوا التأويل متاحهم هو المقدس ويعتبر النص الأصلي هو التابع للتفسير أو التأويل ليس العكس من المفروض إن النص الأصلي يفسر على حسب كل عصر وهذا هو اللي وقع فيه الإسلام ووقعت فيه اليهودية ووقعت فيه المسيحية ووقعت فيه أكثر الأديان تقريبا التي يطلق عليها بين قوسين السماوية التي تقدس الرهبنة وتقدس الشيوخ أكثر من الأنبياء أنفسهم بحيث هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الآيمة وهؤلاء الرهبان يصبحون أكثر أهمية من النبي نفسه إذن لو أخذنا كل الآيات التي تتكلم على خلق الإنسان ونحاول أن نفهمها على حسب العصر اللي إحنا فيه نجم ونوفقه من بناتهم وما حتى تعارض لأن كما قلت لكم النص القرآني هو نص يعني يمكن أن نؤوله كما نريد مثلا نقطة نتكلمه على الشجرة عندما قال ربك لآدم لا تقرب هذه الشجرة يمكن الشجرة كان المقصود بها الإنسان وقته كان يعيش في الشجرة كما أن الأرض يمكن يقصد بها الإنسان عندما هبط من الشجرة ولا يمشي على الأرض يمكن زدها نتكلمه على الجنة الجنة يمكن تكون هي إفريقيا اللي كان فيها الأكل المتوفر وما بعد النجم نقول معناتها الهبوط هو الخروج من إفريقيا فهمت يعني هذا الكل النجم نوفقه من بين الآيات القرآنية ونظرية التطور كيفاش خرج الإنسان ولا مثلا وغطي يقول وعلم آدم الأسماء كلها النجم نقول الإنسان تعلم يتكلم فهمت؟ يعني نجم نلقاوا أي طريقة بش نفسروا القرآن على حسب نظرية العلم لأن العلم يعتبر نظرية ثابتة علمياً بينما النص الديني أو النص القرآني أو النص متاع الكتب المقدسة هي عبارة على كتابات مرنة يمكن التلاعب فيها كما نحبه أحنا ويبقى العلم هو الفاصل بينما النص الديني لا يجب أن يكون هو مصدر للعلم لأنه لا يعتمد على أدلة علمية وإنما على تخمينات مرنة توافق أي تطور علمي مهما كان نظن هذه هي الفكرة اللي حبيت نوصل لها في هذه الفيديو يعني كيفاش نجمه نوفقه من بين العلم والنص الديني سواء كان قرآن أو غيره وسوف أتطرق عندما أتكلم كيف ظهر الإسلام وما هو مصدر القرآن الأصلي أكثر إلى بعض الآيات ومحاولة فهم المغزى الذي تريد أن تشير إليه وشكرا على المتابعة ومع فيديو قادم انكملوا كيفاش اتطور الإنسان من حضارة سومارية إلى أن نصل إلى ظهور الإسلام وشكرا وبإسلام اشتركوا في القناة